مرحبا لكم في هذا الشرح سنتحدث عن الادرس IP ريزرفي ريزرفي اي بي في كلاود ديجيتال اوشن يعني تترزرفي واحد الادرس اي بي تتأفكتها لانستانس قبل منها شخصنا سبيني وشي انستانس شدرو بليتس مرحبا ديرجي اي 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 مرحبا وهو مع طنش حيث ما زال ما زي مارات اشتركوا في القناة 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 لابد هذا يبقى ختم وهو البيت الانستانس وهذا الانستانس واحد اخرى كما تتلاحظو لا يوجد شيء تقدروا انجروا الانستانس 0.2 انجروا الانستانس الانستانس البيت الانستانس ثلاث سوفر اوكي مرة اخرى اقول لها هذا هذا الادرسي بي تلاو تبالانسر تيب وانتي فر لنوفال انستانس كما تتلاحظوا هنالتي سمح لنا نقاردو الادرسي بي نقاردو الادرسي بي وهذا الادرسي بي تتبو انتي فر اين دروب لت تصوم يكونوا في نفس الداتا سنتر هاي اكتبين انا تورو ديريك ترافيك نتورك ترافيك تو اني و فيور دروب لكس ان دو سيم داتا سنتر وهذا المسألة مهمة يعني قدروا نكريو دوز انستانس واحدة ماستر واحدة سلايف و سلايف سلايف تتسانكروني زي اللي يدوني من الماستر واذا اوقع شي مشكي نجي وغيلي هنا ونديرو غيى صين ونعطوها الادرسي بي دي الانستانس وحد اقراء اللي فيها الباك اوب وبالنسبة الانترفاس الديفلوبر ما يتغير ليه ولو سيكون واحد مثلا نو طمان تي بوان تي باغ هاد الادرسي بي و هاد تجد ترافيك باغ هاد الادرسي بي و تي رديريجي باغ الادرسي بي يعني هاد بحال واحد الفرونت اند ولا واحد هاد ريفيرس بروكسي اللي تسمح لدينا الغيات السينية هاد الادرس ديال الباك اند فهاد الحالة تتكون هي الدروبلت اتمنىكم تكونوا استفتوا من هذا الصرح حول الادرسي بي ريزرفي كيفاش نديرو لهم الغيات السينية و هم مابين للدروبلت و شكرا